قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح عصر اليوم الجمعة الموافق للأول من يناير من عام 2021 ميلادية بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبول دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأسعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير